ما شاء الله للراجل ولما كنا بنتكلم الحاجات بدي نقول يا جماعة عشان خطرنا وبلاش عشان ما تتحملوش يقول لك لا ده أسازة القانون اللي موجودين وهم اللي بيتفاوضوا وما تقلقوش على هذا الأمر طيب أنا مش من النوع حتى لما بنيجي نتناقش قبل الحلقة ونرتب للحلقة مش من النوع انك تجيب لي زقة وانك تجيب لي مش عارف ايه وانك تقصة والحدوتة لكن والله يا سامة والله يا فارس أنا برجع مثلا لاقي الدنيا ايه لسه ايما على خنائة الشيبي والشحات لها كانت بعد المباراة مش كده ولا أنا مش واخد بالي وعد المباراة كانت بعد المباراة في دوري والنادي الاهلي كان أول من بادرة وصارعة قبل ما الشحات يوصل بي بتوقيع غرامة مالية قوية قبل ما غرامة مالية وشغلانة وحدوتة وتقبل النادي الاهلي العقوبة التي صدرت من الاتحاد المصري لجنة الانضباط لجنة المسابقات اي لجنة من اللي جات في المقابل يا عم أسامة ان انا بشوف جهارا نهارا عالنا وامام الجميع خروجات عن النص لا حدودة لها وما حدش بيشوف طبعا نعم تعالى بقى نروح للناس اللي بتتكلم على فكرة انتوا ازاي سايبين اللجنة الانضباط بالشكل ده هي مش لجنة الانضباط بس هو الحقيقة الانضباط من الملعب بادئ من عند التحكيم بنفس قضيتنا اللي بنربط بيها وتعامل اللعبين مع الحكام وتهاون الحكام المصريين في شخصيتهم أمام لعبي بعض الفرق انت خامس مرة تقول لي تهاون الحكام المصريين في شخصيتهم ايوة الله واحنا عندنا يعني لازم يكون في ناس كواسي لكن عندنا البعض فعلا بلا شخصية خابتن احمد الغندور واقف في مبارات السوبر اهلي وزمالك ناصر ماهر بيدربه في كتفه وبيبسك قبل ما يجيله وما اتطلع لهش انذار ولا كتب في تقريره ليه؟ لان ما كانش بس مباشر يا كابتن مشكلة عاطف حسين ايه اللي حصل مع عاطف حسين ايه في مبارات الزمالك والمصري 17 يونيو ان اتبعت لعاطف حسين بعد ما دخل قط اللبس على الموبايل بتاعه خد بالك اعتداء جمز جاه بس مباشر فهنا بدأ يفوق والله بكلمك في معلومات وقعية بدأ امرحل احمد الغندور قال له ايه قال له تعالى نطرد بقى جمز لان الموضوع اتنتشر طب فين في الملعب؟ قالك لا ما ادرش في الملعب ليه يا كابتن؟ لان في الملعب احمد الغندور اتعرض لضربة رأس من عبدالله السعيد والمساعد بتاعه اتعرض لإساءة من احمد سيد زيزو وما خدش ايه تصرف ولا اجراء إداري انت عايز بعد كل ده تقول لي الحكم ما بيفردش في شخصيته لا الحكم بيفرد في شخصيته وبالمناسبة خبراء تحكيم طلعوا تكلموا في المشاهد دي كتير جدا وقالوا ان ده عيب جدا على التحكيم المصري انا بقيتش عارف الليه عيب جدا على التحكيم المصري منين ولا منين ولا منين من شخصية ولا من تسريبات ولا من ضحد قواعد القانون عشان مصلحة فرق اخرى والمستفيد يا كابتن في كل ده هو نادي واحد كل المشكلات اللي بتحصل دي ممكن يكون فيه خطأ تحكيم سهوا عن حكم الساعة وحكم الفيديو لكن نادي واحد تعال اللي جاني الانضباط حد تكلم عن جمس 17-6 احنا في شهر 11 يا كابتن احنا بقلنا خمس شهور من ايام ما كنت انا في الحضانة اه من خمس شهور حد تكلم عن جمس محدش تكلم عن جمس حد تكلم عن ناصر ماهر في السوبر المصري احنا رحنا لعقوبات السلاسي اللي تم اكتشافهم بشكل واضح جدا عشان فيه اتحادات وفيه قوانين شافت المشهد ده وفيه انضباط فخدت قرارات تجاه سلاسي الزمالك لأ ناصر ماهر كان المفترض يكون فيه تقرير المراكب المراه اللي كان موجود في المشهد فيه مشهد الصورة نزلت على السوشيال ميديا موجود مراكب المراه موجود احباد الغندور ناصر ماهر بيتفاق في كتفه بيبسك قبل ما يجيله لا كتب في تقريره ولا خد اي اجراء تيجي تروح للاجنة الانضباط تلاقي فيه درج انا عايزول بس النقطة يا كابتن النادي الاهلي يكفي شرفا اللي مالوش درج في الاتحاد بتتعان فيه عقوبات لعبته وعقوبات مسؤولية أبلم